اليوم سنتعلم كيفية تحويل الألعاب من صيغة الـ XBE إلى الآيزو والعكس تابعونا للحصول على دليل واضح وبسيط جدا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم معنا في هذا الفيديو اللي راح نشرح فيه خطوات التحويل بشكل مبسط وسهل عن طريق هذه الصفحة وهي صفحة الـ X-IZO Paker طبعا ميزة هذه الأداء أو هذه الصفحة مدعومة بلغة الرست والتي تمنع الأخطاء المتعلقة بالذاكرة أما الويب سيبلي يستخدم نظام معزول للتحكم في الذاكرة لمنع حدوث الأخطاء المتعلقة بالذاكرة مما يعني أن الأخطاء تكون نادرة جدا بل إضافة إلى ذلك ما في أي بينات تطلع من جهازك خلال عملية التحويل أول ما تدخل هذه الصفحة ستجد ثلاث خيارات باك تجميع مجموعة ملفات إلى ملف 1 X-IZO إن باك والذي يعني استخراج الملفات من X-IZO أما الكمبرسد يعني ضغط الملفات لتقليل حجمها قبل وضعها في ملف X-IZO فمثلا تحويل صيغة XPE راح أضغط على فولدر ثم Select Folder وراح نحدد ملف اللعبة فمثلا لدينا لعبة Dino Crisis ثم تحديد هذا الملف سيظهر هل تسمح للموقع بعرض الملفات راح تضغط على عرض ثم Save Image راح نخلي الحفظ في أي مصار طبعا بإمكانك تحديد أي مصار آخر ولكن بالنسبة لي راح أخلي داخل مجلد لعبة Dino Crisis ثم Save الآن ستبدأ عملية التحويل تنتظر حتى تكتمل عملية التحويل طبعا في حالة إغلاقك للصفحة سيتحتم عليك البدء من جديد فالأفضل يبقى النافذة مفتوحة حتى يتم ظهور علامة اكتمال التحويل الآن عملية حفظ الملف على الهارت بهذا يكون اكتملت عملية التحويل لو رجعنا إلى مجلد الألعاب أو ملف Dino Crisis سنجد ملف اللعبة ISO جاهز بإمكانك تشغيله لكن لو أردت تحويل اللعبة من صيغة الآيزو إلى صيغة الـ XPE خيار الأنباك ثم تحديد ملف الآيزو المطلوب فمثلا لدينا لعبة Halo ثم قبل سيظهر قسم آخر تحديد مجلد الإخراج راح نسوي مجلد جديد ثم تحديد اسم اللعبة وليكون مجلد Halo 2 ثم تحديد هذا المجلد على أنه سيكون هو مجلد الإخراج ثم Select Folder بعد ذلك تظهر نافذة منبثقة هل تسمح بعرض الموقع؟ تضغط على عرض الملفات ثم حفظ التغييرات الآن سيتم استخراج ملفات الآيزو إلى داخل مجلد Halo بهذا يكون اكتملت عملية فك الضغط لو نرجع للخلف ونتجه إلى مجلد Halo الذي تم إنشاؤه لنجد الملفات جاهزة مثل ما هو واضح أمامك إلى هنا نكون وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو تمنياتي لكم بالتوفيق في أمان الله